بين هذه الجبال وفي هذا الوعر شق أبناء بيتجان السورية طريقهم باتجاه لبنان وصل أكثر من ألف لاجئ إلى شبعة أطفال ونساء ورجال وجرحة لقاهم أهالي شبعة مع دوابهم علهم يخففوا قليلا من تعب المسير بين جامع البلدة ومنازل أهاليها جلس النازحون ينتظرون بعض المساعدة والله يجينا بالليل والصعب صعب كثير عانينا كثير مشوار تعب والجبال الله نطلب من رب العالمين أني بقى رب وقت الله يفرزه ونرجع لبيوتنا يومين ليلا نهارا سيرا على الأقدام وقطعنا بالتلاز كل شيء صعب واللي ترك بيته واللي ترك رزقه أنا مقسمين عيالي بثلاث مطارح أولادي الجماعة الإسلامية في شبعة تتولى تقديم المساعدة وتوفير مستلزمات البقاء على قيد الحياة سعتر لبن زيت القليل من الشاي وما تيسر وبما تيسر سيعيش هؤلاء بحثا عن لقمة العيش والقليل من الأمن والأمان كما حال هذا الطفل الذي يلتب هندامه تلبية لشروط العمل ابن أحد عشر عاما أصبح عاملا في لبنان ليطعم أهله أو من تبقى منهم قصة النزوح من سوريا مستمرة بأبشع صورها النازحون يمضون يومهم بتعداد الساعات على إحداها تعيدهم إلى بيت جان وأهل شبعة يتحملون الأعباء وبعض المسؤولية لكن حتى متى أصبحت عبارة وين الدولة للاستهلاك اليومي ترجمة نانسي قنقر